ليش مكالمات واتساب مجانية وكيف يربح الواتساب إذا كانت جميع الخدمات اللي بقدم لك إياها مجانية بالنسبة لواتساب الداتا تبعتك هي الأهم من أنه تكون الفيديو مدفوعة حاب تعرف كل هاي التفاصيل جيب كاست القاهوة تبعتك وخلينا بشكل سريع نقسم الفيديو إلى ثلاث أجزاء رئيسية كالتالي ايش هو الانترنت أشياء التقنية اللي بيستخدمها واتساب في إجراء المكالمات طريقة ربح واتساب وسر مجانية خدمات الواتساب ايش هو الانترنت من هاتف من لابطوب من طابعة من راوتر من ريسيفر وكثير من الأجهزة كل هاي الأجهزة متصلة مع بعضها البعض في داخل المنزل عندك هي اسمها متوار أو شبكة احنا بنسميها الآن في هذه الشبكة الداخلية عندك في المنزل جميع الأجهزة قادرة أنها تتواصل مع بعضها البعض هاي اسمها شبكة داخلية وأيضا في الشركات كذلك الأمر يوجد شبكة داخلية مكونة من نفس أنواع الأجهزة وأجهزة إضافية مثل الـ Domain Controller مثل الـ Mail Server مثل الـ Firewall مثل الـ Raubterات والـ Switcher وجميع هذه الأجهزة في داخل الشركة تستطيع التواصل مع بعضها البعض إلا أنت خيل معي لو إحنا شبكنا شبكة المنزل الخاصة فيك على شركة الشركة هذا يعني أنه أجهزتك الداخلية في المنزل قادرة أنها تتواصل مع الأجهزة الداخلية داخل الشركة والعكس صحيح وهذا هو الإنترنت تخيل ملايين ملايين الشركات الداخلية تتواصل مع بعضها البعض وهي متصلة كلها تجميحة مع بعضها البعض عن طريق بروتوكولات متعارخ عليها ستاندرد عالميا متفق عليها بين جميع الشركات أي بمعنى إنترنت يا صديقي هو شبكة ضخمة جدا من شبكات الكمبيوتر المترابطة حول العالم ببساطة يعني هو نظام يسمح لأجهزة الكمبيوتر والهواتف والخوادم أنها تتواصل مع بعضها وتتبدل المعلومات ووجب التنويه هنا أنه الإنترنت بدأت كمشروع عسكري وأكاديمي في أمريكا في الستينات بل يتوسع وأصبح في الشكل اللي احنا بنشوفه حاليا إيش هي التقنية اللي بستخدمها واتسوب في إجاوة المكالمة واتسوب بستخدم تقنية الفويب اللي هي Voice Over Internet Protocol وهي تقنية بتعمل داخل الإنترنت خلينا أبسط لك الموضوع الواتسوب بحول الصوت لبيانات ثم بنقل البيانات هاي ثم بوصل توصيل مباشر وبين الطرف الأول والطرف الثاني وأيضا بقوم بعملية التشفير يعني صوتك بتحول لبيانات صغيرة مضغوطة ومشفرة تنقل عبر الإنترنت باستخدام UDP والSRTP ثم بتوصل للشخص الثاني ثم بتتحول لصوت مرة ثاني وإذا حد تعرف تفاصيل عالم الفويب اكتبه في الكومنتات وهون جينا للموضوع المهم يسير وراء مجانية واتسوب وطريقة ربح واتسوب في الواقع واتسوب بقدم خدمته النشطين يوميا جمع البيانات عن العملاء ولكن ليست جميع خدمات واتسوب مجانية يوجد خدمة اسمها واتسوب بيزنس AVI وهي تستهدف الشركات بشكل مباشر وهي مدفوعة دخلنا على هذا الموقع بيزنس واتسوب جوت كوم سنجد هنا أسعار واتسوب على سبيل المثال لو جينا اخترنا المملكة العربية السعودية واخترنا على سبيل المثال الدولار سنجد هنا مجموعة من أنواع المسجات Authentication Service Marketing Utility Authentication International ستجد أن Authentication يوجد لها سعر معين الماركتنج سعر آخر بالدولار وهذه هي الفدمة مدفوعة من واتسوب تستهدف الشركات بشكل مباشر إذن الواتسوب يستهدف إلى تقديم خدماته بشكل مجاني واستخدار أكبر عدد من المستخدمين النشطين من أجل إغراء الشركات والاشتراك في بيزنس واتسوب AVI هذا بخصوص السبب الأول أما بخصوص السبب الثاني واتسوب تقوم بجمع البيانات عن العملاء من أجل استهدافهم في حملات إعلانية على منصات مختلفة من نفس الاهتمام الخاص فيهم وهنا عندي لك سؤال هل واتسوب تستخدم هذه البيانات فقط في عمليات التسويق؟ أكتب لي في التعليقات إذن خلينا نلخص بشكل سريع أنت عندك هاتف؟ نزل على واتسوب أنت مشترك في الانترنت ودافع اشتراكك في الانترنت والآن واتسوب تعطيك مجموعة من المخدمات المجانية بهدف استقطار أكبر عدد من المستخدمين لإغراء الشركات في الاشتراك في واتسوب بيزنس وأيضا تحليل بياناتك الشخصية من أجل استهدافك في الإعلانات على مواقع المختلفة إلى ماتا إذن بتوجب عليك الحبر وتكون عارف الداتا والبيانات تبعت عكوين بالفروح وكيف يتم استهدافك في الإعلانات وكيف أيضا ممكن يتم استهدافك من الشركات أنا أسامة مصر مهندس كارباما مختص في مجال الفويب أهدف إلى نشر علوم الفويب اللغة العربية خصوصا أن المحتوى العربي المرئي في هذا المجال هو قليل جدا إذا كنت شايف أن هذا المحتوى مفيد شارك مع أصدقائك لا تنسى الاشتراك دوت لايك وتابع كل جديد في النهاية وقتك ثمين تذكرت قضية في شيء مفيد ولا ننسى الدعاء لأخوتنا المستضعفين في كل مكان اشتركوا في القناة